اشتركوا في القناة انتهى الدرس السابق عندما كان ليو يتحاور مع اكي في مطعم ثم ردت اكي على مكالمة تلقتها على هاتفها المحمول نتابع اليوم مشهد المطعم استمعوا الى الحوار التالي اشتركوا في القناة الى اللقاء والان بعد ان عرفتم معاني كل جملة استمعوا الى الحوار كاملا مرة اخرى والان اليكم تعبير اليوم انها الجملة الرئيسية التي اريدكم ان تحفظوها فاستمعوا جيدا وهي تقرأ عليكم بالقراءة البطيئة تعبير اليوم هو معذرة او انا اسف وهو واحد من التعبيرات الاكثر استخداما للاعتذار في اليابان ولكنها كلمة اعتذار تستخدم مع الاشخاص القريبين من الاهل والاصدقاء وليس من المعتاد استخدامها في علاقات العمل فانتبهوا جيدا اذا اردتم الاعتذار لمن هو اكبر سنا او ارفع مقاما او لمن يربطكم به علاقة عمل يمكنكم استخدام وهو التعبير الرئيسي الذي ورد في الدرس الاول اما للتعبير عن الاعتذار العميق لمن هو ارفع مقاما يمكنكم استخدام وفي جميع الحالات ما يهم اليابانيين هو ان يشعروا ان المعتذر يعتذر من اعماق قلبه لذا احرصوا على ان الكلمات تعبر عن شعور حقيقي بالاسف والاعتذار اليابانية في كلمتين انها الفقرة التي نخصصها لمن يريدون اثراء معرفتهم لأساليب التخاطب اليابانية تعبير اليوم هو وقلنا انه يستخدم للاعتذار لأشخاص قريبين مثل الاهل والاصدقاء وعند الاعتذار الخفيف للأهل والاصدقاء يمكنكم حثف النصف الاخير فتقولون وهي من الكلمات المستخدمة بكثرة فارجو ان تحفظوها جيدا وفي النهاية دعونا نستمع للمرة الاخيرة الى حوار اليوم في تمثيلية اليابان حبي بهذا وصلنا الى نهاية الدرس اذكركم بان بامكانكم الاستماع الى الدرس على شبكة الانترنت فاستمعوا ورددوا الى ان تحفظوا تعبير اليوم تماما وحتى الدرس القادم الى اللقاء ترجمة نانسي قنقر